هل تم الشنقفل برضو قصص الاتحاد دي خالص من خلال الفترة السابقة يعني سمعنا من الممكن أن يكون كابتس عبد الحفيز مديرا للمنتخب لا مش صح الكلام ده وأنا تأكدت وكلمت أكثر من مصدر وقالوا لي أن غرابة مكمل في مكانه وفيش أي حاجة خاصة بأنه مش موجود وأن الكابتن سيد أنا حتى يعني المدرسة كابتن سيد والمدرسة اللي تربى فيه كابتن سيد والنادي الأهلي والأسلوب والطريقة صعب أنه ينساجم مع اتحاد الكور فأنا كنت شاهد الموضوع صعب جدا وحسب معلوماتي مش ده فكر يعني الكابتس عبد الحفيز الفترة دي خالص وهو يعني رايح في حتة تانية بعيد عن قصة فالكلام ده مش صح هو ربا مستمر في إدارة منتخب بصر هو أنصب طبعا المدير المنتخب الوطن للفترة اللي جاية وعندهم أمم مفرقية والآن يبقى مركزين أنت عارف في حتة المطش الودي اللي ألعبوه هو ده طريقته هو ده جيمي قابل الكلام التاريخ عندهم الماطش اللي جاي طبعا الماطش الودي بيحاولوا يتفع عليه قبل أمم مفرقية الرجل أنا عماطش واحد بس فالقصة بالنسبة له مستقرة بشكل كبير يمكن الرجل يعني بالنسبة له مع التحاد الكورة هو رجل بتعامل بس مع كابتن حزم بس؟ بس أنا بقول لكم ده مش شخص موضوع هو بيتعامل مع كابتن حزم بيطلب من كابتن حزم لا ما هو ماشي موضوع الطبيعي على فكرة هو رجل بتواصل بشكل رسمي مع كابتن حزم هو عارف ان الرجل ده المسؤول عن المرف هو بيتوريا وكده يبقى فيتوريا تواصل مع مسؤول سبوردون كيشبورد هو رجل شايف اللي كابتن حزم هو المسؤول بالنسبة له فالراجل علشان كده طبعا هو بتواصل معه دايما والفترة اللي فاتت دي يمكن هم شغالين في حتة الماطش الودي الرجل مش عاوز يلعب أكتر من ماطش ورفض عدد كبير جدا من المطشاطة افريقيا ودي بتوله مهمة جدا لمنطقة مصر يمكن رفض نيجيريا رفض الكاميرو رفض كوديفور رفض السويد كوريا الجنوبية عشان عايز يلعب ماطش مع فرقة من التصنيف التالت في افريقيا قبل ما يسافر على طول ان شاء الله يوم المعسكرة يبدأ يوم تلاتة وبعد كده يسافر يوم تسعة ان شاء الله لكوديفور